اهلا بكم عزيزي متابعي القناة. نهاردة هنتكلم عن حل مشكلة جديدة وهي في تمام اول بشكل عام. اه لو عندي الويندوز واقع ومش هاوز اشتغل تاني ايه طريقة الحل. احنا هنتكلم نهاردة بحل يعني بصفة خاصة عن لان كان جالنا استفسار على القناة بخصوص ويندوز سيفن. لو انتم عندكم اي مشاكل بخصوص انواع تانية من الويندوز او الزرارة تانية من الويندوز ياري تكتبوا لنا في التعليقات وان شاء الله نزل لكم لها حل. طيب علشان خاطر اخش على ويندوز سيفن اعدادات وابتدي اعمل صيانة. تمام? المفترض ان انا عاوز اعمل المفترض ان في الحالة بتاعتنا ديت اللي حد بنشرحها لنهاردة ان الويندوز كل ما يجي يفتح بيعمل تاني لوحده او بيديني رسالة اه ومش عاوز يكمل الفتح. فانا بكل بساطة هطفي الكمبيوتر خالص وانا بفتح الكمبيوتر هبتدي تمام? ابتدي ادوس تمانية. تمام? بفضل ادوس كزا مرة في تمانية على في الكيبورد. تمام? لو انا افصل الكهرباء خالص ما فيش مشكلة. او بعمل ستارتوب ابتدي بعد كده ادوس تمانية. بدين الرسالة اللي قدام ديت بختار او الاختيار. تمام? اللي هو كمبيوتر باخش عليها. بعد كده بيبدأ يحمل معي. بعد كده هيفتح معي ويدخلني على وجهة تانية في الويندوز اللي هي وجهة او الصيانة بتاعة الويندوز. بعد كده بختار هنا طبعا اللغة بتاعتي بس بها زي ما هي غالبا. وبادوس على بعد كده لو انا اعمل عندي للجهاز بكتبه هنا هو. تمام? وطبعا بعد كده بتظهر عندي الواجهة بتاعة آآ بختار النهاردة هنشرح اول آآ فيها بس له ستارت في حاجة اسمها تانية واحدة ديت. دي اللي انا بحتاجها في حالة لو انا عايز ارجع الويندوز كم يوم وراي. يعني لو انا كنت نزلت برنامج معين هو لا سباب لي المشكلة. فانا بعمل من ديت بحيس ارجع الويندوز على اعداداته قبل يومين او تلاتة من ان هو بطل يشتغل بحيس ان هو يشتغل معي بكل آآ سهولة. دلوقتي هندخل مع بعض على آآ بحيس ان احنا نبتدي يعمل للويندوز للناس اللي مش عارفة يعني ايه يعني انا الويندوز بيكشف على ملفات بتاعته احيانا بيكون في ملف حصل فيه مشكلة فهو اللي سبب ان الويندوز مش قادر يقوم. فمن هو الويندوز نفسه بيكشف على الفايلات بتاعت آآ الويندوز. تمام بتاعت البوت بحيس ان هو يتأكد لو في حاجة فيها مشكلة بيبتدي يصلحها. طبعا هو هنا هياخد شوية وقت. واحنا عشان خاطر اختصارا عليكم عشان خاطر وقت الفيديو ما بقاش طويل فاحنا هنجري الفيديو وبعد كده نشوف هيزهر لنا ايه في الاخر. طبعا زي ما انتم شايفين بعد ما بيخلص بيديني اهم حاجة هو بيبعطيني كلمتين طبعا زي ما انتم شايفين اللي هو يعني العملية تمت بنجاح. في الحالة دي انت بتقول له فهو بيبتدي يرجعك على الوجهة التانية. بتبتدي تعمل للجهاز الكمبيوتر وبتدي بعد كده هو تكون المشكلة تحلت ان شاء الله. طبعا انا هافترض ان في ناس ما تحلتش معها المشكلة آآ بعد ما عملت الخطوات ديت. يبقى انت لو عندك مشكلة آآ وما اشتغلش معاك يبقى انت بدل ما تخش على الاولانية اللي هي هتخش على التانية اللي هي آآ لما بتخش على بيبتدي يحمل شوية بعد كده بيجيب لك بعض التواريخ. التواريخ دي بتكون محفوظة على الكمبيوتر ان هو اخر تواريخ كانت اه كمبيوتر شغال بها كويس. فانت كل اللي عليك بتختار اخر تاريخ. انت متؤكد ان الجهاز كان شغال في كويس. وبعد بتدوس فهو بيبتدي اهو بتدوس فهو بيبتدي يرجع لك الاعدادات على حسب التاريخ اللي كانت موجودة في دوت فبتبتدي برضو مشكلة تتحل. لو عملت الحاجتين والمشكلة برضو ما زالت موجودة ياريت تقول لنا يعني في التعليقات الرسالة بتطلع لك بالزبط واحنا ان شاء الله نقدر نساعدك ونديك شرحي يقدر يساعدك. آآ ياريت لو الفيديو عجبك شيره لايك وياريت لو انت مش مشترك في قناة اشترك في قناة وتفعل الجرس. آآ شكرا جدا ليكم. آآ كان معكم مين انور.